صباح الخير او مسائل الخير عليكم ايان كان الوقت اللي انتو تسمعوا في الفيديو. اه برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت لسه جديد معينا واو مساء معنا. اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اه بشكركم اه بحب تعليقاتكم الايجابية. اه 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 كمان الناس اللي اتدعيلي كتير انا جمان بقول لكم كما قلت ان شاء الله. اه انا كمان بحبوك كتير. اه هنقول مع بعض النهاردة سوقعات العاطفية. اه لموليد برج ستراثون. ان شاء الله. اه اه وما تنسوش الاشتراك او تفعيل الجرس علشان اه بعد كده هقول لتوقعات العامة وعن المال والصحة والعمل. اه واه هتكلم بالتفضيل عن المنفصلين والعزاب. اه سواء في زواج او لقى في الفترة اللي جاية او ارتباط او في رجوع ولا لقى في الفترة اللي جاية او الارتباط. اه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. اه نبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج ستراثون. اه هبدأ بالطاقة بتاعتك الاول. اه انا شايفة طاقة بتاعتك حلوة جدا. انت عندك عجلة الحظ. اه فشكلها فترة جاي لك فيها تغيرات كتير اوي في حياتك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. اه من القراءة كمان قداني ان شايفك انت نفسك نويت تغير حاجات كتير اوي في حياتك في الفترة اللي جاية. اه فدي عجلة الحظ. شايفك كمان برج السرطان. اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الخوت او من اي برج مائي. اه سواء اه عقرب سرطان حوت. اه اه الشخص ده ممكن يكون اصغر منك في السن او انت اصغر منه. اه ومن الشرط كمان اصغر يعني ممكن يكون شخص مختلف عنك يعني في طريقة التفكير يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه. اه اه في عرض حب جاي لك اه اه وممكن للمنفصلين يكون ده عرض اه رجوع اه اه اللي بعد كده بيقول لك انت جاي لك فعلا عرض عرض قوي جدا في حب في عطاء في رقاء في استقرار اه اه في حياة سعيدة جدا في شخص انت منصفل عنه هو بيرقبك لبعضكو. هو بيرقبك هو ممكن يكون كمان سبب انتصال كالمادي اه اه انا شايته بيشتغل على نفسه بيشتغل على العلاقة عايز يطور من نفسه عايز يجي لك اه اه وهو اه اه الناين الطين في الكلفية يعني عايز يجي لك فوق وهو يعني هو سابك وهو في حالة وعايز يغير نفسه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص هو بيشتغل على ده حاليا ده بالنسبة لبعضكو ده اللي موجود في الصاقة عندك يا برج السرطان. الابراج اللي موجودة معيه في القراءة برج الاسد اه برج العزراء برج الاسد ظاهير لي مارسين العزراء القوس الجوزاء الحوت اه وبرج السرطان ممكن بعضكو بيتعامل مع شخص ازاي برج السرطان برج الصور اه دي الابراج اللي موجودة معيه في القراءة الطاقات مائية هوائية اه الترابية والنارية برضو موجودة زي ما قلت في القوس وفي الاسد. اه نبدأ مع بعض القراءة اه القراءة يعني انا شايفة للبعض اه يعني كتير ظاهر عندي اه منفصلين حتى في الصاقة كتير ظاهر عندي منفصلين انت في توضع انفصال يا برج السرطان ه اه انت بتفكر في الشريك جدا بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو اه ممكن كمان بتكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه يفكر فيه يفكر في ذكريات يعني الاكتر التستير في الذكريات او حاجات جميلة حصلت ض 진كو انفصل دا ممكن يكون اه كان فيه مشادات كلمية فممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف الثاني او الطرف الثاني حصل منه تطول عليك يا برج السرطان. يعني كان فيه يعني آآ كلام حاد. بمعنى اصحة في رضب آآ فيه كلام حاد آآ في مع كده فيه زعل وفيه ندم آآ على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت ستكون ممكن تكون انت اللي قلته وآآ فيه ندم كبير. فيه زعل. آآ فيه زعل على العلاقة نفسها. فيه زعل على الشخص نفسه. آآ في آآ آآ زعل على على الزبريات. آآ انت والصرف الثاني آآ يعني زالته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوه لبعض. زال البعض منك طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي. آآ بعضكم يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية او فيه اطراف تانية تدخلت في العلاقة. آآ انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية. آآ الطرف الثالث عاطفي بشكل واضح. عشان يكون طريحة معكم. لأ مش طرف ثالث عاطفي بشكل واضح. لكن فيه طرف ثالث. ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. آآ ممكن يكون كمان لبعضكم آآ حصل نقل كلام ليك او لشي ليك. الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق. يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل آآ آآ يعني آآ فيه امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة. بعض اللي حصل ده كنه حصل رحيب. فيه حد منكم طيب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلاني. وهو حزيني. وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصوط ولا رايح لحاجة ثانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد مماشي من العلاقة سواء انسى او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدان. آآ ماشي زعلان وحزين وندمان على حاجات كتير. ندمان على حب على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مصها قدامي حالان هي انا شايتها فيها انفصال آآ شايت الحد ده نشي فيه حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع بورد اسد آآ 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 وعايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وش يعني عاوز تدي وش تاني خالط وتباين نفسك بصورة تاني خالط لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة غمود عندك آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع او في رجوع آآ في رجوع في حب متبادل آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ 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 فوقل تاني في الفترة اللي جاية آآ هيحصل آآ 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 رجوع بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السراطون احسن آآ كرت في العلاقات العاطسية اللي هو التاني في الفينت كمان. التاني في الفينت كانت دعراقه نكحه مستقرة آآ فيها بكتب آآ ماضي سيء وشاق جدا كانت مسيعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضكو كان عندكو مشاكل مادية في العلاقة دي كمان آآ كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقر او آآ انك تغير من آآ من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضكو آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون تديك اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ آآ يعني هتعد تستنى تشوف الشخص الثاني او الطرف الثاني هامل معك ايه هو الاول هيديك ايه هو الاول هيامل ايه هو الاول هيقدم ايه للعلاقة بعد كده انت هتكون آآ رد في الفعل يعني انت مش تعمل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح آآ لانه هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا صفر يعني انت صفر او هو آآ في حد آآ في كو متافر او عايز يسافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي آآ لصفر آآ ويمشي الصفر ممكن صفر ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي آآ هو عمل ايه آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد آآ الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارثين بيأكدولي في رجوع لشخص من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما خصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير خسرت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكو آآ يعني الشمس هتشرك على العلاقة زي من تاني آآ على قد ما الكراءة دي آآ فيها كروت آآ زعل وحزن واتقاب وآآ وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الثارو آآ موجودة في القراءة دي فعني انت هو هيجي لك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن في علاقة من الماضي فيها رجوع آآ بالنسبة للعزاب آآ يعني انت ممكن يكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكو بيفكر في ارتباط بشخص معين يعني في شخص مع معين في جماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب ان شاء الله يحطن خطوبة هو كمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكو والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من السفولة آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبة لك اللي العزبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبابلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكو هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حد آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة او في حب او في علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو في رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عام آآ في رجوع آآ في اشخاص هترجع من سفر او انت هتتافر لحد يا برج السرطان آآ آآ في رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عاديدين في ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجعلك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحيث بيعت جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه آآ دي من ناحية القراءة العاطفية النصيحة بتعاتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت بعضكو انا شايفك سعبان جدا ما بتنمش آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام سداع تعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة اللي بعدكو انت كتير بتفسر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالف في القترة دي انت عندك حياة سعيدة جاية في القترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعدكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قاولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او مخليك آآ آآ يعني مش عارف تنام آآ 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 ممكن كمان تكون العلاقة السلاتية اللي انا شفتها آآ آآ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله آآ آآ فيها استقرار آآ 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 شوية هتحس ان في حاجة نقصك آآ آآ لكن استقرار آآ آآ منقدر نقول عليه آآ آآ كويس كويس لحد يعني إلى حد المية لحد المية كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ 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 حاول بعضكم ممكن يكون بيكفر في حاجات خص مادة آآ 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 يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تتمع لحد يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف محتار بين حاجتين ومش قادر يفقار ومش قادر يقرر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور حد يكون من العيلة كمان ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لنا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي الكراءة نبهت نوعا ما ايجابية بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله شكرا للمتابعة برج الترافق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر